المناطق الخضراء والسياحية محل اهتمام الكثير من الجمعيات البيئية بولاية البيض وذلك من الاهتمام بها والاعتناء بها يجلب أكثر عدد من السياح المزيد في هذا الروبرتاج تعد المناطق ذات المساحات الخضراء مقصد العديد من الزائرين الباحثين عن ماكل الراحة والاستجمام ومحل اهتمام لدى هوة الاستكشاف والخراجات الجمعية كما أنها تعد أيضا محل اهتمام الجمعيات البيئية التي تسعى من خلال خارجات دورية إلى اكتشاف هذه المناطق والتعريف بها فواحة الحمام ببلد تربوات بولاية البيض مكان طبيعي يستوجب الاستكشاف والاهتمام هناك جمعية الجمعية العلمية اللي بيئة محل تربوات بولاية البيض متواجدة اليوم في بلدية الربوات وهذه الخارجات تمثل في خارجات اللي تقوم بهم جمعية في مختلف البلديات وذلك اكتشاف كل مناطق السياحية متوجدة عبر تربو الولاية وليوم كي ما كم تشوفون مكتشبين في هذه الواحة الطبيعية مسمات واحة الرواحة الحمام وليه تميز بكل المميزات السياحية هي واحة ما نقوله شرحة معروفة وطنيا ولا ولائيا ما زالت يعني الكثير لا يعرف هذه المنطقة نحن بدورنا نعرف الآن بهذه المنطقة واحة الحمام يعني يقولون رواية شفوية أن كانت العين العين يعني كما يقول لك هي حامية ساخنة هذا على هذا الأساس سميت بواحد الحمام العين هذه كانت ساخنة يعني تطلق للمسخون على هذا الأساس سموها واحة الحمام وثاني لما كانت تاحة يعني تعتبر يعني مكسب لبلدية أربوات لو كانت تلقى يعني مساهمة من البلدية ولا من الولاية تولي هذه قطب سياح تعتبر منطقة عذراء ستدير مازال ما طعتهاش الأقدام ومازال ما مدخلهاش الإنسان وحنا ماذا بينا المجتمع المدني احنا حسسنا الدوان سياحي لبلدية أربوات والمجتمع المدني أن يقوموا بتغطية هذه المنطقة من ناحية كأنها منطقة عذراء كأنها منطقة جميلة كأنها منطقة ممكن تكون سياحية بالنسبة للولاية واحة الحمام بالربوات رغم ما تحتويه من مميزات طبيعية إلا أنها تعاني الإهمال فهي بحاجة إلى التنظيف وعادة التأهيل وهو ما حارست عليه هذه الجمعية احنا كيجينا للمنطقة هذه قمنا بعملة طوعية تمثل في نظافة الواحة هذه وهذا كسلوك حضارة خمبي الجمعية في باقي البلديات باش نوجه نداء لكل مواطن اللي يجوا هنا يزورها المنطقة اللي اكتشفناها مؤخرا لزورها باش يحافظوا على البيئة في هذه المنطقة ويكون سلوك حضاري باش كل مواطن اللي يجي المنطقة هذه لازم يخليش النفايات مورها ولأن بلدية الرباوات تتميز بعديد المحطات الأثرية والتاريخية كالرسومات السخرية تتواجد بواحة الحمام بعضا من هذه الرسومات واحة الحمام أيضا تزخر بمكان خاصة في مجال الرسومات الحجارية يعني هذه فرصة باش نطلب من أي باحثين وخاصة طالب الجامعيين يقوموا بأبحاث على مستوهاته المنطقة منطقة الحمام فيها ثلاث محطات للرسومات الحجارية بمختلف أنواعها نحن نعرف بالأول باحث اللي يجي هنا لرباوات هو الباحث الفرنسي هينيريلوت واكتشف عدة مناطق منها قرط طالب منها بن ثالول الكريما وواحة الحمام الاهتمام بالمساحات الخضراء بالمناطق السياحية والمحافظة على البيئة مهمة لا تقتصر على الجمعيات والفاعلين في مجال البيئة والسياحة فقطة بل ذلك يستدعي الوعي والحرس من قبل الجميع خاصة الزائرين فيما تبقى المحطات التاريخية والأثرية بحاجة لاهتمام أكبر باعتبارها سجلا تاريخيا تفتخر به المنطقة